اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية هالمشكلة يفتح ويغلق على تطبيقك الخاص فيسبوك ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تضغطون على الطبط والإعدادات هنا ثم بعدها سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل وبعدها سوف تقوم بالضغط على التطبيقات تأتي إلى نافذة التطبيقات الخاص بك في هذه النافذة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل سوف تقوم بالبحث عن تطبيق فيسبوك سوف تقوم بالضغط عليه ثم يأخذك إلى قائمة معلومات التطبيق تضغط على إيقاف إجباري تضغط هنا على موافق ثم بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل تضغط على مكان التخزين تأتي إلى نافذة مكان التخزين هنا تضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل